طيب دلوقتي احنا وضعينا ايه بقى في المجموعة اخزم في الاعتبار ان احنا ما عندناش يعني رفاهية ان احنا ما نكسبش المطشين اللي جايين هل فيه مساحة او فرصة ان احنا نشوف اي مفاجآت من النوع اللي مش مستحب لا ان شاء الله بإذن طبقا لللي فات انا بكلم بناء على اللي فات هل ممكن نستمر في العكنانة لشوية اللي جايين كمان ولا ايه لا احنا متمنى من ربنا طبعا ده ما يحصلش يعني لان احنا زي ما قلت لك في البداية احنا لغاية دلوقتي في الاربع مرات اللي احنا لعبناهم الهلال السوداني مع صندوز مع المريخ والمبارات مبارح الحقيقة احنا لغاية دلوقتي في الدور الابطال لا مش هو ده مستوانة اللي احنا ممكن نحسم فيه بسهولة كنا ممكن نحسم المركز الاول بسهولة الحقيقة بالقدرات اللي عندنا عندنا نجوم كبار جدا 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 الحقيقة نجوم على مستوى القارة يعني يقدروا يصنع الفارق مع اي تين كرة هيلعبوه لكن احنا خلاص احنا تحطينا في موقف واحنا قادرين لما بنزنق او لما في المواقف الصعبة يتبان معدن الحقيقة اللعيب النادي الاهلي احنا دلوقتي في موقف خلاص ما فيش بداية لعندنا غير ان احنا نكسب المريخ ونكسب الهلال عشان نروح لمركز تاني في المجموعة ونعدي الحقيقة ما فيش اي بداية